السلام ومرحبا بكم على قناتنا الأخبارية الحياة لفيك كيف ما تعودتوا في كل يوم عنا أخبار وأحضات جديدة ومتنوع اليوم بجن نحكيه على تسريحات صغيرة الزكراوي اللي قال أنه في تونس الآن مرحلة تأسيسية جديدة وجميلة جدا للشعب التونسي بطبيعة اعتبروا استيد القانون الدستوري صغير الزكراوي أن تونس تخرت في مرحلة تأسيسية جديدة خاصة بعد أن صرح رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس مباشرة من سيدي بوزيد أنه بصدد تصحيح المساهرة وفي تسريح شمسية في ميوم الثلاثاء أكد وأفاد الزكراوي أن هناك سنة قانون للخروج عن الدستور وهو المسروعية الشعبية والإرادة الشعب مؤكدا أن المسروعية اليوم للشعب وهي أقوى من الدستور وقال أن التونسيين قالوا كلمتهم ودعوا صراحة إلى القطع مع المنظومة السابقة التي أسست للفساد بحسب تعبيره وطلبه استاذ القانون الدستوري الرئيس قيس سعيد بطرورة الانفتاحة للأحزاب معتبرا أن خطبه أمس في توضيح نوعي لخارطة الطريقة وكان سعيد أقد أعلن في كلامة وجه بها مباشرة من سيدي بوزيد يوم الأثنين مساء التحديد مساء يوم الأثنين أن العمل سيتواصل بالتدبير الاستثنائي الصادرة في 25 جولي الماضي وأنه تم وضع أحكام انتقالية لاعتماده في تسير البلاد مشتيرا إلى أنه سيتم تكليف رئيس حكومة ووضع قانون انتخابي جديد لا تنسيوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس ربي وفاقتونا أمدرس بيتواصل اشترك و رأسله بيتواصل انطوال وفاقتونا نشراك بال بالفعل